موسيقى ورش الفلسفة للجميع صورة الفيلسوف هايدغير الحلقة الأولى هايدغير بين السياسة والفلسفة الكينونة والزمان والتحول الفلسفي مرحبا بكم على قناة إنيفرساليس للثقافة والفن اليوم سنتحدث عن هايدغير الفيلسوف المثير للجدل نتيجة أفكاره التي غيرت الفلسفة غيرت الرؤى الفلسفية وطرحت الكثير من الإشكالات والقضايا الجديدة ونتيجة انتمائه السياسي هايدغير فيلسوف ألماني ولد عام 1889 صاحب كتاب فلسفي أحدث رجل كبيرا الكثير من المخاهيم الفلسفية الكتاب يحمل عنوان أتخ أتان الوجود والزمان وهناك من ترجم العنوان إلى الكينونة والزمان كان الكتاب الأثار الكبير في الفلسفة الغربية المعاصرة وقد نشر عام 1927 كان لهذا الكتاب تأثير كبير على الفلسفة الذين جاءوا بعد هايدغير نذكر بالخصوص أونري مالرو الكاتب الروائي والسياسي الكبير جون بول سارتر الفيلسوف موريس ميرلو بونتي أيضا الفيلسوف إيمانويل ليفيناس أيضا الفيلسوف إنهم من الفلسفة الكبار في القرن العشرين قدموا مساهمتها ما في الفلسفة الظاهرية والوجودية وقبل أن نواصل حديثنا عن فلسفة هايدغير لا بأس أن نلقي نظرة على أهم هؤلاء الفلسفة الكبار الذين تأثروا به تأثيرا واضحا نبدأ بأونري مالرو هو كاتب روائي ناقد وسياسي فرنسي ولد حوالي 1901 وتوفيه سنة 1976 كان شخصية بارزة في الثقافة والسياسة الفرنسية في القرن العشرين الفيلسوف التالي الذي تأثر به هايدغير جون بول سارتر ولد أو عاشا ما بين 1905 و1980 كان فيلسوفا وكاتبا وناشطا سياسيا فرنسيا اشتهر بفلسفة الوجودية التي تتمحور حول الحرية الفردية والمسؤولية والقلق الوجودي يعتبر عمله الأكثر شهرة الكون ولا شيء حيث قدم أفكاره حول الوجود والوعي فيلسوف التالي المتأثر به هايدغير مونيس ميرلو بونتي عاشا ما بين 1908 و1961 كان فيلسوفا ظاهريا فرنسيا عمل على فلسفة الإدراك هو الذي اكتشف كيفية تأثير إدراكنا للعالم على فهمنا وتجربتنا وهذا ما ضمنه في عملها الرئيسي ظاهرة الإدراك فيلسوف الرابع ايمانويل ليفيناس عاشا ما بين 1906 و1995 كان فيلسوف من أصل لتواني حصل على الجنسية الفرنسية اشتهر بفلسفته الظاهرية والأخلاقية يبرز إيفيناس أخلاق المسؤولية تجاه الآخرين كأمر أساسي في حياة الإنسان من أعماله نذكر الأخلاق والنهاية والكلية والنهاية هؤلاء الفلسفة إلى جانب الروائي أوندري مالارو أتروا بشكل كبير على المشهد الفكري والفلسفي في القرن العشرين أود أن أشير هنا إلى أن المقصود بالفلسوف الظاهرية أو الفلسفة الظاهرية الفينومونولوجيا هي توجه فلسفي واركز على دراسة الدواهر كما تظهر لنا أي الأشياء كما ننظر إليها أو كما تظهر لنا في وعينا وهذا يعني أن الظاهرية تتناول الدراسة المباشرة والوصفية للتجارب والظواهر الواقعية كما نشعر بها دون التحقق من الأسباب أو الأساسية النظرية تأسس هذا التوجه الفلسفي المسمى الظاهرية أو الظاهراتية أو علم الظواهر أو الفينومونولوجيا بوسطة الفيلسوف الألماني إيدموند هسرل في أوائل القرن العشرين وتسعى الفلسفة الظاهراتية أو الفلسفة الظاهرية إلى فهم الوعي وتجربة البشرية بشكل أساسي وتؤكد على الاهتمام بالتفاصيل والوصف الدقيق للظواهر الحالية إلى جانب ذكرنا للتأثير المهم الذي كان لهايدغير الفلسفة المعاصرة من ضروري ذكر أن هذا الفيلسوف كان عضوا في الحزب الوطني الاشتراكي الألماني من عام 1933 إلى عام 1944 وهذا الحزب طبعا هو الحزب النازي الذي كان يتزعمه في ذلك الفترة هيتلار هذه الفترة من عضويته تسير أسئلة وجدالا يرى البعض أن انخرطه في هذا الحزب النازي كافي ليسقط كل فلسفاته ومع ذلك يمكن القول أن اختزال الحديث عن هيدغير في هذا الانتماء السياسي لرفض فلسفاته سيضع منا فرصة معرفة هذا الفيلسوف الكبير الذي أطرت تأثيرا كبيرا في كل الفلاسفة الذين عصروا أو الذين جاءوا بعده ومن الجدير أن نقوم بدراسة كل الجوانب الفلسفية وسياسية أيضا لفهم هذا الفيلسوف الكبير اللي هو هيدغير قلت منذ الحدارنا أن نقوم بقراءة أعمال الفيلسوف هيدغير ليس فقط بسبب تأثيرها الكبير ولكن لنفهم لماذا كان لهذا الفيلسوف هذا الأطر الكبير رغم الانحرافات الشخصية التي سجلها عليه معصروا إن عمق فلسفاته لفت الانتباه أكثر من انحرافاته السياسية في الحقيقة الكثير من الفلسفة سقطوا في انحرافات خطيرة قد دعم سارتر الاتحاد السوفيتي خلال فترة القولاك نحن نعرف ما هي القولاك والسجن القاتل الموميت الذي كان يدفن فيه ستالين كل معارضه وطبعا أن سارتر دعم الاتحاد السوفيتي رغم هذا النقطة السوداء في سياسة ستالين دعمها وإن كان يدعو إلى فلسفة الحرية كما شارك جون لوك في تجارة العبيد مع دعمه لحق الإنسان وتخلى رسوء عن أطفاله للرعاية الاجتماعية قبل أن يكتبها في التربية في الحقيقة أنا لا أبحث عن مبررات لانحرافات هؤلاء الفلسفة وإنما أريد أن ألفت انتباهكم إلى القيمة الفكرية لجميع هؤلاء الفلسفة لذا وعلى الرغم من رفضنا لمواقف آيدغورد سياسية إلا أن موقفان من فلسفته اختلف وهذا ما سنهتم به في هذه السلسلة المخصص صالح ولفلسفاته إذن سنهتم بعمله الفلسفي وليس بانتمائه السياسي وهنا نبدأ أن أطرح هذا السؤال ماذا قدم هيدغورد الفلسفة حتى نتغاضع عن مواقفه السياسية ونهتم به كفيلسوف كبير جدا عندما قدم أفلاتون نظريته حول الجوهر تحدث عن الكائن وبالمثل عندما كتب آرستو معالجته حول الفئات فإنه تحدث بوضوع الكائن وعندما يقول ديكارت أنا أفكر إذن أنا موجود فإنه يتحدث أيضا عن الكائن كل فلسفة تحدثوا عن الكائن كل فلسفة على مر العصور إلى يومنا هذا تحدثوا ويتحدثون على الكائن قد تتساءل فتقول بما أن كل هؤلاء الفلسفة طيلة خمسة وعشرين قرنا تحدثوا عن الكائن فما الجديد الذي جاء به وهل هناك فعلا جديد نتوقف في حدود هذا السؤال ونرجع الجواب عنه إلى الحلقة الثانية من سيسلة ثورة الفيلسوف هيدغار من سؤال من هو الكائن إلى ما هو الكائن في انتظار ذلك أدعوكم إلى الانخراج في قناتنا إنيفرساليس للثقافة والفن إلى اللقاء